في أيلول عام 2014 بدأت جبهة النصر لعبة الموت مع العسكريين اللبنانيين المخطوفين أعدمت حينذاك الجندية محمد حمية ووثقت ذلك بشريط فيديو تحت شعار من سيدفع الثمن وأنا لا حدفع الثامن هلا ورفقاتي رحيموت كل هون في ذاك اليوم صوب معروف حمي والد العسكري الشهيد أنظاره باتجاه واحد وكرر ذلك في غير مرة نحن حقنا ودم ابني ودم رفقاته الأولانية برقبة بيت الحجيري برقبة علي بوعجيني ومصطفى الحجيري حقنا عن بيت الحجيري عن بطائي وعن بوعجيني وما منتركه اليوم أقدم على الخطوة عينها معلنا صراحة قتل حسين الحجيري ابن شقيق مصطفى الحجيري المعروف بأبو طائية وتحت شعار دفع الثمن أيضا أنا هلا وصلت له الرسيلة وهوني كتبوا أنه أول من سيدفع الثمن هو محمد معروف حمية أنا قلت له اليوم الصابح هي بداية الثمن تبعه تكون هذا أول خيط من الثمن اللي بك تدفعه قاتل الجندي الشهيد محمد حمية هو الموقوف علي أحمد لقيس وينتمي إلى جبهة النصرة ومحكوم عليه بالإعدام بعدما أوقفته استخبارات الجيش أواخر العام الماضي في مطار بيروت أما هذا الشاب الذي قتل اليوم قد لا تكون له علاقة باستشهاد حمية وفي منطق الثأري لا يتحكم المنطق نحن مش عالي ساكي على البطل وأنني أخذ التال من بطائية نعيم برجاوي قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر